ما زالت ذكرى ملحمة أكتوبر المجيدة تتغنى بقصص أبطالها وبقوتهم وصلابتهم التي أذهلت العالم ليؤكدوا أن هذا الشعب عصي على الانكسار والهزيمة وقادر على حماية حدوده واسترداد أرضه كان سلاح الدفاع الجوي كلمة السر وضمانة تحقيق هذا النصر بعد أن قام رجاله بتحطيم أسطورة سلاح الطيران الإسرائيلي وقلب الموازين رأسا على عقب في السادس من أكتوبر من عام 1973 استيقظ العالم على مفاجأة مدوية مصرية التخطيط وعبطرية التنفيذ لم تكن مجرد حرب تقليدية بل كانت ثورة تجديد كاملة في الفكر والأداء العسكري وتجلت من خلال التنسيق المحكم والدقيق بين مختلف أسجحة الجيش المصري مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وهنا يبرز الحديث عن دور سلاح الدفاع الجوي ذلك السلاح الذي اعتمدت عليه فلسفة الخطة وكان لرجاله دور كبير في تحقيق النصر وكبح جماح وغرور المقاتلات الإسرائيلية حائط الصواريخ كان الدرع الذي مهدت به القوة المسلحة للحرب طوال سنوات الاستعداد وتم بنائه عام 1970 وكان يضم مجموعات منفصلة من قوات الدفاع الجوي المدفعية المضادة للطائرات ووحدات الصواريخ وأجهزة الرادار والإنذار واعتمدت عليه خطة تأمين عبور قناة السويس واجتياز خط بارليف وإتاحة بناء رؤوس الكباري على الضفة الشرقية للقناة ومع شل حركة الذراع الطولة لإسرائيل سلاح الطيران وتحطيم أسطورة مقاتلاته التي انهارت كعصف مأكول كلما اقتربت من قناة السويس استطاعت منظومة الدفاع الجوي المصري منح القوات البرية القدرة على التحرك وتدمير مواقع وحصون العدو شرق القناة في أمان كامل وبأعلى درجات الاحترافية كما نجح سلاح الدفاع الجوي في الحفاظ على مكتسبات النصر ومنع قوات العدو من محاولات القفز عليها وأصابت العدو بالعجز الكامل عن اختراق شبكة الصواريخ المصرية هكذا تجلى دور رجال الدفاع الجوي في حرب العزة والكرامة التي قلبت الموازين رأسا على عقب دور تنقل ما بين الدفاع والهجوم للعبور بأسرع وقت وبأقل الخسائر حتى تهاوت حصون خط بارليف وتحقق النصر